الجانب الثالث وهو متعلق بطاقم تحكيم نهائي كأس مصر رسميا تم الاستقرار وبأكد تاني على الخبر اللي قلتم بارح تم الاستقرار رسميا على طاقم تحكيم نهائي كأس مصر حكم المباراة الاتنين مساعدين الحكم الرابع طاقم حكام تقنية الفيديو الـ VAR الـ VAR ولكن الناس تقول لي تب ما تقولين الأسماء ما تقولين الجنسيات المعلومة اللي عندي ان خلاص تم الاستقرار لطاقم التحكيم وتم ارسال تذاكر السفر ولكن فيه تكتم كبير جدا على أسماء الطاقم سألت في اتحاد الكورة واكتشفت أن هناك مفجأة لجنة الحكام برئاسة فيتر بيريرا حتى هذه اللحظة بتعرفش مين طاقم التحكيم حتى هذه اللحظة لجنة الحكام ما عندهاش معلومة عن مين هو طاقم التحكيم وسألت بشكل مباشر طب هل لجنة الحكام جاهزت خطابات عشان الاتحاد المصري يرسل هذه الخطابات والإيميلات إلى الاتحادات الأوروبية كما أعلن وصن رد أن لجنة الحكام لا جاهزت خطابات ولا بعتت إيميلات ولا فكرت أصلا هتخاطب مين وتفكر في مين ولجنة الحكام من بعد ما تم اتخاذ قرار أن الحكام أجانب اللجنة كلها كانت في الفيوم وبتمر على عدة محافظات في الساعات الجارية بالأمس كان في زيارة والنهاردة في زيارة وزيارات مستمرة لغاية يوم الأربع فاللجنة أوت أوف كنترول برا الموضوع هل اتحاد القرى خاطب؟ طب تعالوا نشوف مفاجأة غريبة جدا المفاجأة لازم تبقى غريبة مهما ما فيش مفاجأة متوقعة مش هتبقى مفاجأة بنا استطلع وبنشوف أخبار المواقع وأخبار أعضاء اتحاد القرى والتصرحات اللي بتصدر من الأعضاء في الساعات الأخيرة بنحاول نستقم معلومة عشان نقول لحضراتكم يعني لو إذا ربنا وفقنا زي ما قلنا مين الطاقم المصري من يوم عشرين اتنين وقلنا ساعتها محمد معروف دلوقتي برضو بنشتغل على مين هو الطاقم الأجنبي دورنا اللي احنا نبحث عن معلومة لما نطلع على الشاشها لازم نقول لحضراتكم معلومة أنا من أنصار مدرسة المعلومة والخبر مش أطلع أتكلم كلام استهلاكي ولكن وإحنا بندور وبنشوف التصريحات أستاذ إهاب الكومي قال إيه كابتن عامر حسين قال إيه لقينا تصريحات متضربة وأنا هترك القرار أو التعليق لحضراتكم أولا التصريحات دي تصريحات تليفزيونية على فكرة مش تصريحات صحفية تفرق كتير لأن التصريحات صوت وصورة الناس كلها سمعتها كورة بلس نقل تصريحات للأستاذ إهاب الكومي عضو اتحاد الكورة وهو زميل إعلام نتمنى له التوفيق إن شاء الله في مشواره الإداري مع الاتحاد أو حتى في مشواره الإعلامي خرج بتصريحاته وقال ننتظر رد الاتحادات الأوروبية وأمريكا اللاتينية بشأن حكام لقاء نهاء الكاس معنى كلامه من التصريح ده إن الاتحاد المصري أرسل إيميلات للاتحادات الأوروبية والاتحادات اللاتينية عشان مخبتهم بخصوص اختيار طاقم تحكيم نهائي كأس مصر وبالتالي الأمر هنا عند اتحاد الكورة ده منطقي وبديهي وأنا التصريح بالنسبة لي لما سمعته ما توقفتش عنده كثير لأنه بنسمعه من زمان لما خلاص فيه طاقم تحكيم أجنبي بيتقال نفس الكلام ونفس النص ولكن بالأمس خرج كابتن عامر حسين عضو اتحاد الكورة وقال تصريح تاني عكسي ده خالص قال لك إيه الجزء الأولاني وقت إضافي في نهاية كأس مصري في حالة التعادل أوكي ده أمر متعلق بالليحة نهاية الكأس فيه إكسترا طايم وفيه رقلات جزاء بعد كده لو المباراة تاهد بالتعادل ما فيش ضربات جزاء بعد التسعين دقيقة لا فيه إكسترا طايم ولكن بصوا بقى آخر أربع كلمات وموسم الرياض يختار الحكام طيب أنا الأمر بالنسبة لي على فكرة سواء موسم الرياض أو اتحاد الكورة مش ده النقطة اللي عقف عندها ولكن النقطة اللي عقف عندها حاجة تانية التضارف في التصريحات أنا كراجل إعلامي عايز أصطاقي معلومة من مسؤول في اتحاد الكورة دلوقتي بعد المباراة مثلا طاقم التحكيم ده لم يوفق وممكن يكون طاقم التحكيم على مستوى ما كان يشو موفق في المباراة لو عايز حاسب اتحاد الكورة على اختياراته هل أحاسب بريرة دلوقتي ولا مش حاسبه هل أحاسب لجنة الحكام ولا مش حاسبه هل أحاسب مجلس دارة اتحاد الكورة ولا مش حاسبه لأن كلام الكابتن عامر حسين أن اتحاد الكورة مش هو اللي يختار الحكام موسم الرياض هو اللي يختار الحكام وهو اللي يتكفل بي كل تكاليف المادية لطاقم التحكيم اللي يجي يدير المباراة من انتقالات وتزاكر طيران وبدلات وكل شيء أوكي ولكن إزاي اللي أستاذ إهاب الكم يطلع يقول أن اتحاد الكورة خاطب الاتحادات الأوروبية واللاتينية لاختيار طاقم التحكيم هنا الأمر لا يستقي مع بعضه بصراحة يعني الأمر هنا أول مرة شوف تضارب بهذا الشكل بس أنا لما سألت وقلت حضركم في بداية كلامي لما سألت المسؤولين في لجنة الحكام تأكدت رسمياً أن اللجنة ما طلعتش ورقة من عندها تقول لاتحاد الكورة ابعت لكذا وكذا وكذا وهاتحكام أجانب ولا بريرة اختار ولا أكلم حد ده أنا تأكدت منه بشكل مباشر وباتصالات مباشرة لأن أنا أحب دايماً أعمل الكلام ده بشكل مباشر مع المصادر المسؤولة ما أخدش وجهة نظر أو رأي من بعيد لا أكلم المسؤول بشكل مباشر فاللجنة قوت الاتحاد إيهاب الكومي يقول بعضنا خطبات كابتن عامر حسين اللي هو وقعد على الترابيزة مع الوصول إيهاب الكومي قال لك لا موسم الرياض هو اللي هيخاطب هو اللي هيختاره هو اللي هيتكفل بكل التفاصيل طب إزاي يا جماعة يعني في البداية قلتوا طاقم مصري وبعد كده قلتوا ضغوط السوشيال ميديا تركزوا في الجملة لأن ما قالوش حتى الأهل والزمالك طلبوا لأن بالفعل ما فيش حاجة رسمية طلعت أن الأهل عايز والزمالك عايز بس سألوا ساعتها ضغوط السوشيال ميديا رغم أن معلوماتها مش ضغوط السوشيال ميديا لا لكن قلت ساعتها هيبقى طاقم تحكيم أجنبي بدل المصري مش مش هنختلف معكم بس لما تختار طاقم تحكيم أجنبي يا إما تقول أنا اللي بختار يا إما تقول الأشقاء في المملكة العربية السعودية هم اللي هيقوموا بالإجراءات دي زي ما قال على فكرة الكابتن عام الحسين أنا والله ما جبت تصريح من عندي أنا استعرضت على حضراتكم وهم على الشاشة تصريح هنا رسمي وتصريح هنا رسمي والتصريحات دي مش تصريحات صحفية عشان حد ممكن يتراجع عنها ويقول لك ما حصلتش لا دي تصريحات صوت وصورة أنا سمعتها بودني وجبت المواقع عشان برضو أقرأ يمكن أنا أسمعت حاجة غلط لقيت الكلام متصق مع نفس الكلام اللي أنا أسمعته رغم أن أنا لما أسمع أكيد يعني مش أقرأ الكلام اللي أنا أسمعته خلاص أنت أسمعت ولكن أنا أول مرة أشوف في حياتي والله العظيم اتحاد يدير اللعبة بهذا الشكل عمري ما شفت في حياتي اتحاد يدير الكرة المصرية بهذا الشكل تضارف في كافة المجالات تضارف في كافة المعلومات تضارف في كل حاجة حتى طاقم التحكيم اللي ممكن نحسب عليه اللجنة او الاتحاد اذا اخفق حتى في ادارة اللقاء او لم يوفق ما نعرفش دلوقتي العملية ما مقيتش مش عارف فهي في ايد مين نحسبهم على الاختيار ولا ما نحسبهمش بيريرا نقول له انت غلطان ولا مش غلطان اخترت الطاقم ده ليه ولا ما اخترتوش ازادكم من الشعر بيت جات لي معلومة ان بيريرا لما تقال له لا لازم طاقم تحكيم اجنبي قال لهم اوكي انا موافق خلاص بس عشان اوافق ليه طلبين عشان اوافق ليه طلبين اول طلب كل المستحقات والخبر ده جديد على فكرة حتى الحكام ممكن يسمعوا مني الاول مرة كل المستحقات القديمة للحكام في مباراة الدوري او الكاس او كاس الربطة تصرف قبل شهر رمضان اللي هو ان شاء الله كل صحة رقم تايبين اللي اتنين الجاي ده طلب هل الاتحاد عينفزه له ده واحد الطلب الثاني اللي قاله بيريرا قال لك ايه بطلب من اتحاد الكورة زيادة قيمة البدلات اللي بتاخدها الحكام على ادارة المباريات بدل ما تبقى سبعة تلاف جنيه لا يتم مضاعفتها او زيادتها الفترة اللي جاية هل ده يحصل الله اعلم ولكن انا بقول له حضراتكم دلوقتي بشكل رسمي الخبر اللي جالي ليه بيريرا تراجع عن فكرة انه مش عايز خلاص حكام مصريين وممكن يجي حكام اجانب قال لهم او كانوافق بس بشرط نفذوا الطلبين دول طب لو الطلبين ما تنفذوش زي طلب التحكيم المصري اللي انت قدت عايز تختاره الموقف عيه بقى ايه الفترة اللي جاي عموما دي كل الجانب المتعلقة بإدارة ملف التحكيم سواء في اتحاد الكورة او قصة الحكم اللي هيدير مباراة نهائي كأس مصري اللي بقول له حضراتكم تم الاستقرار عليه وتم رسال تذاكر السفر والبدلات المتعلقة بالمباراة انا عايز لكم اعلى قيمة بدلات بتصرف للحكام اللي بيديروا هذا اللقاء يعني اعتقد حسب المعلومات اللي عندي ممكن قيمة المباراة نفسها تتخطى العشر تلاف دولار لحكم المباراة اللي هيدير هذا اللقاء يعني الحكم اللي هيدير مباراة الاهل والزمالك في نهاية كأس مصر في المملكة العربية السعودية قيمة البدل او قيمة الرقم اللي هيدحصل عليه من ادارة هذا اللقاء ممكن توصل لعشر الاف دولار وده رقم اعتقد يعني كبير جدا واعتقد ده اندل على شي بيدول ان الناس عايزة تعمل مباراة من كافة جوانبها لعلى مستوى نتمنى نشوف ده ان شاء الله في ارضية الملعب الساعة 8 ابتوية القاهرة يوم الجمعة اللي جاي